السلام عليكم ازايكم عاملين ايه ويا رب تكونوا بالف خير وحشتوني جدا 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 جايلكم النهاردة بصفة خطيرة سهلة جدا وطعمها يجنن هنعمل طاجن لسان عصفور بشرائح اللحمة بس ايه من الاخر طعمه حلو جدا وسهل مش بياخد وقت خالص فتحضيره يلا بينا بسرعة نشوف الطريقة مع بعض ولو اول مرة تشوفوني انا هاجر متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يجا لكم كل حاجة جديدة فحل على نار هادية هننزل بشوية من الزيت وعليهم معلقة من السمنة ويفضل تكون سمنة فلاحي وهنبدأ ننزل بشرائح اللحمة ونقلبهم على الناحيتين لحد ما يبدوا يتشوحوا معينا وننزل عليهم بمعلقة من الفلفل الاسود وكمان معلقة من بهارات اللحمة او السبع بهارات المتوفرة عندكم استعملوه واول ما اللحمة تتشوح وتاخد معينا لون حلو كده هنشيلها في طبق على جانب وفي نفس الحلة هنبدأ ننزل بقطع بصل لكون مقطعينها صغيرة هسيب لكم كل المأجير بالزبط في الديسكريبشن بوكس واول ما البصل ياخد لون بالشكل ده هننزل عليهم بمعلقة من التوم المفروم وقطع الطماط المل صغيرة ونقلب كله كويس جدا مع بعض وعليهم واحدة لمون مجفف وورق لورة وفص مستكة لو متوفر عندكم هنقلبهم كلهم كويس مع بعض ونسيبهم على النار حوالي خمس دقيق كده وبعد كده نبدأ ننزل عليهم بالشريح اللحمة وبعدين هنقلب اللحمة مع التوابل والبصل والحاجات اللي احنا حطناها الحلوة دي علشان اللحمة تاخد من التدبيلة دي ونسيبهم برضو على النار حوالي خمس دقيق وبعد كده هنبدأ ننزل عليهم بمعلقة من معجون الطماطم علشان تدي اللحمة لون لذيذ كده ونسيبهم برضو شوية ودي معلقة من السكر علشان اللحمة تستوي معينا بسرعة وننزل عليهم بالمية المغلية لازم المية تكون مغلية اوة تنزلوا مية برد عليها حوالي لتر من المية واول ما تبدأ تغلي كده هنغطي عليها ونسيبها حوالي من تلت ساعة لنص ساعة اخر حاجة بنحطها هي الملح وزي ما قلت لكم بنسيب اللحمة بس على النار حوالي نص ساعة مش لازم تستوي سوى كامل لان احنا لسه هنحطها في الفرن فده علشان اللحمة متتهراش لما تدخل الفرن فحلة تانية هننزل بشوية من الزيت وعليهم كباية من لسان العصفور الكمية دي مناسبة لفردين تقدروا طبعا تضعفوا الكميات براحتكو حسب عدد الافراد اول ما لسان العصفور يتحمل معينا وياخد لون ده بحلوة كده هننزل عليهم بقطع بصل متقطعة صغيرة وعليهم كمان قطع من الفلفل الكبي تقدروا تضيفوا اي نوع فلفل عندكم ولو بتحبوا الحاجة سبيسي ممكن تزودوا فلفل حامي دي حاجة زي ما انتوا عايزين هم يتشوحوا على النار من دقتين لتلاتة على نار هادية علشان لسان العصفور ما تتحرقش وكده تقريبا الوصفة بتاعتنا جزب هنجيب الطاجن بتاعنا ونحط نص كمية لسان العصفور اللي احنا عملناها وعليهم شرايح اللحمة وبعد كده نبدأ نحط باقي لسان العصفور على اللحمة نيجي بقى للشربة اللي احنا عملنا فيها اللحمة دي هنحتاجها دلوقتي علشان نسقي بيها لسان العصفور بالشكل ده بس مهم ان انتوا تصفقوها علشان كل الحاجات اللي فيها ما تنزلش في الطاجن وده كده تقريبا خلاص الطاجن جاهز هنبدأ ان احنا نغطيه وندخل الفرن الاول عشر دقايق على درجة حرورة مية وتمانين وبعد كده بندخل الطاجن مش هيخد معنا اكتر من نص ساعة وزي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا جدا وكان طعمه بصراحة خطير ما توقعتش ان هو هيكون حلو كده بس حلو جدا جدا انا بصراحة كنت اول مرة اجربه سمعت ناس كتير جدا بتقول طاجن لسان العصفور ده طعمه حكيا ما صدقتش هنين لما جربت جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا وزي ما انتوا شايفين سهل خالص وما اخدش اي وقت في تحضيره بسيط جدا فجربوه ان شاء الله هيعجبكم واكتبولي رأيكم في الكومنتات ولو حد عنده استفسار عن اي حاجة سيبولي برضو كومنت وحرد عليكم على طول وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو اشوفكم على خير الفيديو الجاي وباي باي